موسيقى أهلا بكم في رقاء جديد من فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الخطاط الأردني مؤيد يونس تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد مهما استبدى الغاصب الجبار ورمت علينا باللهي بالنار وقص الطغاة وأجرموا في حقنا وبشعبنا قد ألحقت أضرار وبغى علينا الظالمون بحقدهم وجنت علينا العصبة الأشرار وتواطأ الأنذال في عدوانهم وشرى وباع حقوقنا السمسار نبقى كما يهوى الإباء أعزة ونظل كالأطواد لا تنهار أفكارنا ليست تموت بموتنا وتظل تحيا بعدنا الأفكار حق علينا الثأر ليس نضيعه ولد الأشاوس لا يضيع الثار إن يقتلوا منا الصغار فقتلهم في كل شرع ذلة وصغار أو يذبحوا منا النساء فطالما ذبح النساء الخاسئ الغدار أو يهدموا فوق الرؤوس ديارنا فلنا من الصبر الجميل ديار أو يقطع حبل الحياة في حبلنا بالله لا واه ولا منهار تمتد في قلب التراب جذورنا ولها الصمود على التراب ثمار سنظل كالرعد المدوي في المدى وبنا يثير جنونه الإصرار والليل مهما طال آخر أمره فجر وكم تبع الظلام نهار ولنا مع الفجر القريب حكاية سيصوغ عطر فصولها الأحرار أيعد قتل الأبرياء فطولة بل وصمة فوق الجباه وعار تلك الجرائم ما أتى أحد بها لم ترو عن أشباهها أخبار لو واجهونا في ميادين الوغى علموا من الكرار والفرار أولم يروا كيف انقضت ما فوقهم قدرا وليس تقاوم الأقدار جئنا لهم مثل العواصف بغتة ومع العواصف لا يفيد حذار وكأننا الضرغام ثار مزمجرا يا من رأى الضرغام حين يثار أو أننا البركان يزحف غيظه حمما تسيل كأنها أنهار أو أننا الطوفان فاض مدمرا حيث انتهى فكوارث ودمار لو تسأل الأحجار عن عزماتنا ستجيب عن عزماتنا الأحجار لما تركنا جمعهم متشتتا لم تجده جذر ولا أسوار وجنودهم كأرانب مذعورة كل له نحو النجاة فرار فإذا الصغار من الجنود مناظر وإذا الكبار من الجنود صغار يا كذبة ظهرت أمام عيوننا كم روجتها بيننا التجار ظهرت حقيقتهم بأوضح سورة وتكشفت من أمرهم أسرار ولنا بمجرى الحادثات تحكم وبكفنا الإراد والإصدار نمضي عليهم ما نشاء بحكمنا ويسير حسب مرادنا التيار يا ساعة عشنا بها بكرامة للعرب فيها عزة وفخار ولسوف نفعلها مرارا بعدها ويطيب للمستعث بالتكرار هم لن يعيشوا بعدها في مأمن كلا وليس لهم يقر قرار قل للذين استكثروا خسراننا كم قل للحرية استكثاروا قتلاهم في النار هم حطب لها والخلد عقبا للشهيد وداروا ليس الخسار دما ومالا ليس الخسار دما ومالا إنما فقد الكرامة ضيعة وخسار بعد هذه الجولة في رحاب القصيد قد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة أنا المحامي الدكتور محمد أبو هزيم أكاديمي في القانون ومحامي أستاذ ممارس وكاتب وعضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين أعتقد أن الكاتب وحتى يصبح كاتبا لا بد من أن ينجح أولا في مهنته الأساسية سواء كان أستاذا محاميا أو أستاذا جامعيا أو مهندسا أو طبيبا فإنت عندما تنجح في مهنتك أولا تستطيع أن تنطلق إلى المرافق الأخرى من مرافق الحياة لذلك حتى تكون مثقفا عميقا لابد من أن تنجح أولا في مهنتك الأساسية التي تمارسها في حياتك لذلك لدي العديد من المؤلفات القانونية وكوني كنت كاتبا في عدة صحف وفي مواقع إخبارية عديدة جمعت بعضا من مقالاتي وأسميتها بالخيارات الصعبة وهي عبارة عن مقالات كتبتها في مرحلة سابقة وخصوصا في ظل الوضع الحالي الذي يعني لا يمكن أن يكون إلا طوفان الأقصى والواقع العربي المعاش والواقع الفلسطيني بالخصوص وواقع غزة بالذات في كتابي الخيارات الصعبة أتحدث في مقالات عديدة لكن لماذا الخيارات الصعبة؟ أقول أن الخيارات الصعبة هي عبارة عن نقد بناء لخيارات صاحب القرار التي أقول فيها أن من حق صاحب القرار بخياراته كاملة لكننا نحن كقراء وكمثقفين وكنخبة ثقافية في المجتمع من حقنا أن ننتقد النتائج التي تنتج عن هذه الخيارات من حقنا أن ننتقد وأن نوجه انتقاداتنا البناءة وفقا للرأي والرأي الآخر طبعا نحن قد نختلف في وجهات النظر قد نختلف في الرأي ولكننا لا نفترق أبدا إذا كانت المصلحة مصلحة الوطن نعم الاختلاف في الرأي فضيلة لكن إذا كان المصلحة هو مصلحة وطن فكلنا مع الوطن وكلنا للوطن الخط العربي هذا الفن الجميل أبدأ فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقة هذا اليوم رح نشرح في طريقة سحق الذهب وتحضيره لاستخدامه في تنفيذ الزخارف في الأعمال الفنية بداية لدينا دفتر الذهب يكون فيه 25 ليف فيه منه ذهب إنجليزي وفيه منه ذهب ألماني حسب النوعية الموجودة يتم سحقه باستخدام طبعا أول شي بنحضر صحن يكون وسيع شوي حتى نسهل عملية السحق باليد لأن كل ورقة الذهب تحتاج تقريبا لعشر دقائق سحق حتى يكون سحقه مضبوط 100% باستخدام الصمغ العربي نضع نقطة أو نقطتين من الصمغ العربي بهذه الطريقة ثم نفردها في الصحن ندهن الصحن فيها هذا ماء مقطر نضع الصمغ العربي حتى يمسك ورق الذهب هذا عندنا الذهب هذه الطريقة نسحقه باليد بالثلاث أصابع هذون مع الصمغ العربي حتى يذوب تصبح ذراته ناعمة يعني كل ورقة هذه عبارة عن ورق الذهب لكن من الهوى شوي اختلفت قياساتها وأبعادها وقياس الورقة 8 في 8 سانتي لما يجف نضع قليل من الماء ونستمر في السحق بهذه الطريقة لمدة 10 دقائق لكل ورقة بعدين نضع ورقة أخرى هذا الذهب ذهب إنجليزي عيار 21 قراط بعد سحق الذهب بهذه الطريقة لما ننتهي من سحق الدفتر يعني كل دفتر الدهب تقريبا فيه 25 ورقة بيحتاج تقريبا من ساعتين لثلاث ساعات سحق حتى تصبح ذراته ناعمة وبعدين بنغسله وبنصفيه بقطع تقماش في صحن زبادي صغير بهذه الطريقة مع الماء لما يترسب الذهب تحت لأن ذراته ذقيلة بنغسله بنكب الماء عنه وبنصفيه لحيث ما يطلع في صحن صغير بالطريقة هاي نقدر نستخدمه بإضافة الماء والجيلاتين ومن ثم يصبح جاهز للعمل بالفرشاي والتذهب على الكرتون مرحلة السحق مرحلة مهمة جدا ممكن أنا أسحق الدفتر كامل في نصف ساعة لكن ذراته ما رح تكون ناعمة مية في المية وما رح يسحب معي في العمل يعني ممكن لوحة كاملة أسويها أنا بدفتر ذهب إذا كان مسحوق جيد وإذا مش مسحوق جيد ممكن أحتاج لدفترين دفترين ذهب يعني كل دفتر في 25 ورقة ما يعادل تقريبا غرام واحد من الذهب الآن بالطريقة هاي ورقتين الذهب اللي وضعناهم وسحقناهم ذابوا مع الصمغ العربي لحين الوقت المناسب لما ننتهي من السحق نغسله كامل بالماء ونصفيه في قطعة قماش في صاحن صغير زي هيك بعدين بننقله صاحن أصغر بيكون جاهز إنه نستخدمه مع الماء والجلاتين باستخدام الفرشاي للتذهب على المخطوطات أتمنى لكم مشاهدة ومتعة شكرا جزيلا مرحبا بكم في لقاء جديد من فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الخطاط العدني مؤيد يونس فاسمعوا لي أنا رحبا بضيفي أهلا وسهلا بك ساد مؤيد أهلا وسهلا بك ساد مؤيد أهلا وسهلا بك ساد مؤيد الله يحفظك يا رب أهلا وسهلا حياك للأساد مؤيد وفرصة طيبة حياكم الله نتحدث في فضاءات الخط حضرتك تعلمت أو تدربت على الخط عام 2014 يعني على الرغم من أن الأردن يسخر بخطاطيين محترفين كثر لكنك اخترت أن تتثلمت وتعلم الخط على يد الخطاط العراقي الدكتور مثن العبيدي هذا الاختيار ما سره الله صدقا ما كان مجرد اختيار هو كان أمني وأمني تمكن أغلب الخططين حتى لو كان بدرجة عالية من الاحتراف بالخط لكن يكون عنده أمني يكون يتثلمت على يد الأستاذ الكبير الذي نوجه له الآن تحية الأستاذ أبو بكر أستاذ مثن العبيدي نعم نعم هذه كانت أمني جميل يعني أنت كنت أسمع بمثن العبيدي آه طبعا نعم آه طبعا كنت أسمع فيه صدقا ببداية أنا كنت متابع للأستاذ عباس البغدادي الله يرحمه رحمة الله عليه نعم كنت متابع له وكنت المقاطع اللي على اليوتيوب يعني التتر تبع المقطع يكون المصور الأستاذ من الشام نعم فبحثت عنه لما وجدته أستاذ محمد الإخطفاني الجزياء الخير نعم عايش في الأرزن نعم نعم وقبل أكثر من عشر سنوات نعم قبل أكثر يعني فلما تواصلت معه لأستاذ محمد وكذا وخبرته أنه أنا ببحث عن أستاذ الخط نعم يعني أنا محب للخط نعم لكن ما ما لقيت اللي يعلمني وأي خطات نطلب منه يعتذر بطريقة لائقة إنه مشغول خصوصا أنه أنا ما كان تخصصي بالخط العربي نعم فلما شكيت هذا الهم لأستاذ محمد أحكي لي مالك الأستاذ مثنى العبيدي أحكي لي مستحيل يعني المثنى العبيدي ميمدي وصعبة بالنسبة لي كانت نعم فلأ بعت لي رقمه وتواصلت مع الأستاذ مثنى ورحب فيه كان مشغول صدقا كان مشغول بيكتب مصحف في أيامها وطلبت إنه أقابله وإعتذر مني قال لي أنا حاليا مشغول بالمصحف لكن بعد شهر بالضبط تعال وبعد أسبوع من مكالمتي طلب مني زيارة يتعرف عليه وزورته يعني هو بادر بالتصالف لأي نعم أستاذ مثنى بادر تصل فيه حكاري تعال زورني فزورته وأنا عنده بدي يعطيني بدي يعطيني إذا عندك تمارين نعم فأنا حكيت له أنا جايك زيارة وبنبدأ بعد شهر بنا على أنه أنت مشغول فممكن أنه أعجب بهاي الروح أنت كان عندك بدايات بالخط قبل أن تتلقي بدكتور مثنى نعم كان فيه نعم لكن بدون يعني كانت مشاهدات على اليوتيوب لأستاذ عباس وحتى لأستاذ مثنى الأبيدي كان له مقاطع كثير فاغمة نعم نعم تشريع الحروف كاملة نعم جميل البدايات كيف كانت البدايات في بداية التعلم عند عند الأستاذ مثنى نعم والله بداية ترقى يعني أول درس كتبنا الأبجدية نعم وكتبتها يعني كنت أروح لكل أسبوع أسبوعين نعم مثل هيك يعني مثل المنهجية العامة يعني هي أبجدية اتصالات صورة الفاتحة نعم وانتقلت فورا من الرقعة للنسخ عند الأستاذ وثنى نعم نعم جميل كم طالت فترة التدريب؟ ما زلت أتدرب عشر سنوات أنا ما زلت أتدرب عند الأستاذ نعم نعم جميل جميل يعني هذه شهادة لدكتور المثنى العبيد هو يستحقها نعم والله يستحق نعم جميل يعني أنت بدأت تعلم الفنون الخط في عام 2014 نعم بمنهجية حقيقية جميل وأسست مركز ابن البواب لفن الخط العربي عام 2021 نعم ربما يسأل سأل يعني الناس الذين هم بعيدون عن عن عمق فنون الخط العربي يسأل من هو ابن البواب؟ ابن البواب بالمناسبة أول شيء أنا بشبه له الأستاذ مثنى يعني الأستاذ مثنى من بغداد وابن البواب من بغداد هذا أول شيء ثاني شيء ابن البواب الوحيد اللي يعني هو الولد بعد وفاة ابن مقلى بعشر سنوات ابن مقلى ما إلو أي أثر إنك تشوف إلو على أرض الواقع أثار ما فيه لكن اللي اللي نقل هاي الأثار هو ابن البواب نعم فإلو الفضل الأول بعد ابن مقلى كتب المصحف كتب أشياء كثيرة وتعمقنا فيه يعني لما نقرأ عن سيرته كان شاعر كان يعني يعطي دروس بالمساجد يعني الحق باللي عاشها بالفترة عباسية نعم هو مات بالألف تقريبا ألف وعشرين يعني هو أنت اخترت هذا العنوان وهذا الاسم كونه الأشهر في فن الخط في تلك الفترة فترة العصر العباس مع أنه كثير من الخطاطين عندما يتحدث عن تاريخ الخط العربي دائما يرد في ذكره في شرحه ابن مقلى نعم لكن كما تقول أنه ابن البواب أكثر يعني أكثر براعة في هذا يعني ابن مقلى عمل النسب الفاضل يواء وإلى هاي الأمور لكن ما شفنا له أعمال ما فيه يعني كل أعماله يعني شيء غريب إنه ما فيه ما له محب يعني من طلابه مثلا نعم ما حدا خلى ورقة من ورقه عنده يعني يورثها يشوفها نعم ما لا يوجد طيب يعني حضرتك كما قلنا في البداية أنك بدأت تعلم الخط العربي عام 2014 وأسست مركز ابن بواب لفن الخط العربي عام 2021 نعم يعني حوالي سبع سنوات نعم يعني ربما يستغرب أحدهم فيقول علي سمن المبكر أنك تبادر إلى تأسيس مركز لتأليم الخط العربي خلال فترة قصيرة ألم تتعرض للانتقاد من قبل الخطاطين المحترفين أنك خلال فترة قصيرة تعلمت الخط ثم أسست مركزا لتألم الخط العربي يعني انتقاد بالناء نعم يعني عموما بين الخطاطين أنا محبوب يعني ما جيد الحمد لله حتى جيد لكن أنا بداية بداية مشروع كان أدوات خط يعني هلاكتك طيبة مع الجميع مع الجميع نعم ما في أي الحمد لله وبالعالمين الحمد المركز كان للأدوات وليس للدورات يعني أصنع الأدوات بعضها أصنعها بعضها أستوردها نوصلها للخطاطين يعني أنا لما أذكر بدايتي بالتمرين نعم لما كنت بدي أجيب قصبة نعم أطلبها من السعودية مش موجودة مثلا عنهم أطلبها من متجر كان يقيم فيه لساف عباس نعم عباس البغداد كان الأدوات كثير صعبة وأقلام الرشة الحالية اللي هي الأقلام المعدنية نعم ما حدا يعرف إنها ممكن تنقص فكانت الأمور صعبة في بدايتي لما تعلمنا إنه ممكن نقص القلام ممكن نجيب القصب من هنا نستورده نجيب فكان فيه فكرة إنه يكون فيه مركز لبيع الأدوات الدورات دورات الخط طيب قبل نتحدث عن دورات خط حضرتك تقول إنه هذا المركز لبيع الأدوات توفير الأدوات التي تدخل في مجال مجال الخط يعني أنت تتلمث على يد مثلنا العبيدي فقط تعلمت يعني أنواع الخطوط وكيف تعمل الخطوط التدريب على أدوات الخط كيف توصلت لها يعني على صناعة صناعة أدوات الخط التي الآن تقول أنك توفرها في المركز تباع نعم شوف الأستاذ المثنى ما بغلب نعم حتى الأدوات أنا اللي علمني قصة وحفها ونحكي السنفرة للتنعيم للقلم الحفاظ على الأدوات نعم كله تعلمت عند الأستاذ المثنى كل شيء يعني كيف هو كان يعمل أنا أقلده نعم حتى في بيتي أحاول أنه مكتبي يشبه مكتوب نعم جميل جميل نعم أنت حتى صورته حاطة في الواتساب آه طبعا جميل حتى لما أغيره أغير صورة إله هذا محبة عميقة حمد لله وهو الحمد لله يحبني هذه الأدوات أنتم تقومون بصناعتها أم يعني تأخذها من متاجر أخرى وتوفرها من خلال المركز يعني جزء أصنعه وجزء أستورده أي الأجزاء أنت تصنعها يعني في مقابض السليات نصنعها إحنا نعم كيف نعم في مكينة اسمها بالإنجليزي لاثر اللي هي المخرطة تمام ومجيب الخشب يعني بيتنا أصنع كبير وفيه خشب كثير يعني من الشجر فمنحطه على هاي المخرطة يعني تصنع قلم بالمخرطة نعم قلم من الخشب نعم نعم هاي الأقلام حديثي لكن بغلب الخطاتين يستخدم القصب اللي نعم هذا القصب النوع كثير فيما أعطق الشام في فلسطين يسموه البوس القصب نعم هو قصب هي اسمها قصبة القصبة لا يحتاج تستخدم المخرطة أظن لا لا القصب لا يلو دخل المخرطة فقط في الشافرة أنا أحكي على المقبض نعم مقبض لقلم طمار لسلايح معدنية نعم هاي مقبض هذا لازم صنعته خشب مصنوع يعني ومدهون نعم أما القصب نستورده من أكثر من مكان كيف مدهون بأي مادة تدهنوا القلم لتار وورنيش نعم نعم بصير عنه أنه يعطي لمعة وجميل نعم أما القصب نستورده غالباً إما من العراق أو تركيا نعم وأحياء من مصر نعم جميل الآن تحدث عن حضرتك كنت سناوي تحدث عن الدورات دورات الخط العربي نعم هذا المركز قلت أنه نحن نوفر أدوات أدوات الخط وتبعوها لمن يحتاجها هل هناك دورات لتعلم الخط العربي في هذا المركز؟ أنا عندي دورات بشكل مستمر نعم يعني أعمل ثانوياً دورة شاملة وأثناء الدورة الشاملة في عندي دورات لخط الرقعة لخط الديواني لخط التعليق نعم الدورة الشاملة منبدأ خط الرقعة إلى أن ننتهي بخط الثلث نعم الدورة الشاملة الدورة كم تستمر؟ الدورة المجزأة أو الشاملة المجزأة تقيمها من شهر إلى شهر ونص نعم بتكون تكوى من خمس محاضرات طبعاً أنا لقائي مع الطلاب بوجاهي نعم ومتوفر تكون أونلاين نشرح الحروف نشرح اتصالاتها كتابة جمال مختارة عشوائية وأثناء الأسبوع نفسه في عندي لقاء أونلاين نعم لتصحيح الطلاب وهاي أصلاً أفضل الأونلاين هم الطلاب نفسهم اللي أعدكم تلتقينه جاهياً أم مفتوح فضاء مفتوح لا لا أنا بعمل الدورة بتكون وجاهي وأونلاين نعم لكن التصحيح ويكون أونلاين نعم لأنه غالب على الطالب يجع المركز مرتين نعم خلال أسبوع نعم أي نوع من الخط دائماً تبدع به مع المتدرب الأول أو الخطوات الأولة؟ دائماً أي خطات بده يبدأ يبدأ رقع نعم نعم لسهولته لسهولة شرحه لكن يعني لما يوصل لثلث نعم يعني ما راح يقدر يكتبه مش فاهم الرقع يعني لازم يفهم كثير أشياء من زاوية القلم للحرف نعم السماكات كلها تختلف فلازم يتعلم كثير على الرقع بالمرحلة الثانية ماذا يتعلم لم تدرب؟ يعني ممكن يعني بعد الرقع لأنهم مشتقات من بعض نعم يعني الديواني أعتقد كان قبل وبعدين اشتقوا منه الرقع نعم ومسئلة خلافية يعني لا يهمني مين اشتق من مين يعني طيب هناك يسمى الديواني ويسمى أيضاً نسمع الديواني الجلي ما الفرق بين الديواني العادي والديواني الجلي؟ طبع أولاً الديواني الجلي يكتب بقلم واحد قلم ثابت مقاسه المعتارف عليه 2 ميلي نعم يكتب بدون تشكيل بدون حركات لأنه مش متخصص بكتابة القرآن أو هذا الديواني الجلي الديواني أو الديواني نعم وهو أبسط من الديواني الجلي الديواني الجلي هو سم جلي أنه واضح لكن الوضوح هو بسمك القلم وليس بوضوحه كالقراءة لأنه هو تركيب من أطلق عليه الديوان الجلي من أطلق عليه الديوان الجلي يعني ممكن يخططين نقول لك الديوان الجلي هو موجود أساس الخط الديواني هذا نوع الخط الديواني من الذي أردف بوصف الجلي أعتقد أنهم الأتراك والعثمانيين أصلا خط عثماني أول ما كتبوا خطات اسمه محمد عزي الخطوط كلها عربية نعم الخطوط الحرف عربي نعم يعني أنه إحنا مثلا معروف عربيا أنه خط التعليق نعم مثلا يعني اسمه الخط الفارسي نعم لكن حتى الخططين ببلاد الفرس هم يقولون عن اسمه تعليق نعم يعني يمكن أننا إحنا بنسميه فارسي يعني أنه مثلا بنشوف أهل إيران أفغانستان يكتبوا بهذا الخط أنا حقيقة سألت بعض الخطاطين لماذا نطلق عليه الخط الفارسي وأنه هو الحروف عربية بجدية عربية نعم قيل أنه بلاد فارس استهواهم هذا الشكل من الخط فأغلب كتاباتهم أو أنه استهواهم بهذا الشكل من الخط لا تاريخيا نعم خط التعليق هو خط بغداري نعم نعم وأول أحد كتبوا خطاطين راهوا على بلاد فارس نعم لكن بلاد فارس استعارت هذا الشكل من الخط أو بدأت تكتب نعم بهذا أهلا بكم وفي لقاء جديد من فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الخطاط الأردني مؤيد يونس أعود لك ساذ مؤيد كنا نتحدث عن الخط التعليق الذي سمي فارس بعض الحطاطين قلت سألتهم لماذا سمي فارس وهو طبعا خط عربية أو أحرب عربية قالوا أن بلاد فارس استخدمت هذا الشكل من الخط كثيرا لذلك نسب إلى إلى هذا إذن كما قلت أنت في محلة التدريب تبدأون بالرقعة ثم الديواني الديواني وقلنا الديواني والديواني الجلي العموم الآن لما يكتب بالديواني دائما يكتب بالديواني الجلي كل المخطوطات واللوحات لا لا يعني إذا يعمل اللوحة نعم يختار ما بين الديواني والديواني الجلي نعم لكن ممكن الديواني الجلي أنه يكتب فيه لوحة تكون أسطر يعني فيها مثلا 15 سطر لكن الدواني الجلي عبارة عن يعني بالكثير ممكن عشر كلمات يعملهم بتركيب معين وينشر لماذا ما الفرق يعني الفرق هو تركيب خط الدواني الجلي هو تركيب حروف متداخلة في حروف وأيضا في تشكيل وزينة نعم إذا أكتب عشر أسطر غير أخذ وقت كبير نعم فهي يعني لها شكل معين حتى إذا خط الدواني الجلي يحتاج إلى جهد أكبر من الديواني العابل حاجة سكتشات نعم كثير جميل بعدها المتذرب عندما يصل إلى مراحل متقدمة آخر مرحلة ماذا تعطوه من خط ثلث نعم نعم نعطي خط الثلث ويكون أصعب الخطوط أصعب الخطوط نعم أصعب الخطوط النسخ والثلث نعم يعني رغم أنه النسخ من نشوفه يوميا بقراءة القرآن حتى بكتب المدارس لكنه صعب جدا صعب جدا لأنه يكتب بالجزائر القلم ولا يكتب بعرض القلم نعم طيب كل المتدربين استطاعوا أن يشتاجوا هذه المراحل وفيما بعد يتفوقوا في مارسة الخط العربي كل المتدربين لا لأنه مستويات مختلفة لكن كثير بوصل لمرحلة عالي جدا يعني أنا أنتظر محاضرة التصحيح نعم فقط لأشوف الإبداعات ودائما ما أكون سعيد فيها والله قصدك محاضرة التصحيح التي تكونها أونلاين الأونلاين نعم نعم كيف عالية التصحيح تكون أنا ببعته على مجموعة كل مجموعة بمسجلي في دورة رقعة مثلا بالدورة الشاملة ببعته للتمرين بيكون عاملينها صورة تكون أفقية ووضحة بكون مجهز عندي ورقه وبطبحها على ورقه النفس اللي بكتبه علي نعم بكون ورقه أمامي وعندي كاميرا يعني ريزوليوشن عالي جدا دوكيومنت كاميرا بحيث أنه لما الطالب يشوف يشوف تصحيحه بالضبط أكنه جالس معي نعم وبلش تصحيح يعني ما في مجاملة بالخطر يعني هو من عنده يعرض العمل على كاميرته تصلك ولا كيف لا 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 هو يصورها يقوم تصويرها ويبعثها إلي أنا بطبعها نعم هو بس يشاهد ما يعلق يعني بس يحكي لي أنه فهم ما فهم إذا عنده سؤال يسأل يعني هو يخط المادة أو كيف يعني يصورها يرسلك إياها أو أنت تخطها من جديد يعني لا لا يعني بيكون لوحة أو مثلا كتابة نعم بطبعها عندي هو كاتب متموح لهم يكتبوا إما بالأزرق أو الأسود نعم أنا عندي قلم أحمر بكون أصلح يعني أنه مثلا عندي الحرف بدي أزيده نقطة هون أو مثلا بدي أخفف الميل نص نقطة حرفه كبير حرفه صغير رايح باتجاه غلط أنا برسم بطريقة لهو يعرفه أن غلطه بالضبط وما ينسى نعم طبعا هذه الأورق كلها بأحتفظ فيها بالوجاهي لما يكون في محاضرة وجاهي بسلم كل طالب ورقته جميل أنت دائما تقول أنك مقهر للورق الطبيعي والعادي الأول في عمان بداية قبل أن أعرف كيف اكتسبت هذه المرتبة أنك أنت المقهر الأول للورق الأول في عمان كعدد يعني في الأردن فيه نعم لكن في عمان ما فيه نعم يعني فيه زميل أحنا خلينا نتحدث عن التقهير نعم وفيما بعد نتحدث عن المرتبة أو هذا التمييز لا هي ومش مرتبة أبدا أنا بقول أنت تقول الأول في عمان ليس الأول بعدد الأشخاص يعني أول واحد في عمان لكني مش يعني طيب خلينا نتحدث عن التقهير ما هو التقهير التقهير هو طلاء الورقة بمادة النشا وبيض البيض نعم بحيث أول شيء الورقة الورقة بالضبعتها أصلا فيها مسامات هذا التقهير بيغطي هذه المسامات هذا أول شيء ثاني شيء يعطي عمر للورقة يعني عملية سقل سقل نعم نعم العمر للورقة نعم لازم يكون أطول يعني نحن في عنا لوحات لا يقوط المستعصم من 900 سنة أو 950 سنة نعم هذه نازلت موجودة ومش متأكلة سبب أنه الورقة معمول بالتقهير نعم نعم طيب المادة قلت لي مادة البيض وإش أول شيء بنعمل للنشا علشان الورقة بتكون مشدودة نعم ما تسمح لمادة البيض هو بيض البيض نعم البيض بيكون مخلوط بحجر شبه نعم بنعمل بطريقة معينة بيعمل رغوة يعني يعزل المادة الزلالية البيضاء عن السفار نعم سقط المادة الزلالية البيضاء السفار بنشيله نعم نعم آه وينخلط مع النشا لا 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 نعم هو أنا عندي يعني خلينا نحكي مادتين نعم مادة النشا لحال منفصلة نعم هي يعني عبارة عن مية ونشا نعم بمقياس مقدار معين بندهان نشا نعم تمام بعط الورقة يعني تبسير الورقة على طبيعتها مفروضة ومسامات فيها أقل نعم تمام لكن النشا إذا كتبنا على النشا برضو الورقة بتشرب الحبر ما استفدنا فإجا البياض البياض طبعا ما دي نافرة حتى الإنسان لأن إحنا ونكون قهر يكون مستئيم من الرياح نعم لكن مع الشب الشب ما دي تقيبة ملحية إذا أجا حشرة إيش يريد أن يوكل الورقة ما بوكلها فبطلها عايشة 200-300 سنة مع الحفاظ عليها البيض لما ينتهن باندهن فوق النشا نعم يعني ببني طبقة فوق طبقة ثلاث طبقات أربع طبقات بحيث أنه يكون فيه عزل ما بين طبقة البيض وطبقة النشا طيب نعم هذه الطريقة هي نفسها كانت معمول بها في تلك الفترة نعم طبعا هي نفسها ومتوارثة إلى اليوم نعم يعني هذه السنين الطويلة ما صار نوع من التطوير مثلا تطوير صناعي يعني تطوير الصناعي طبعا طبعا فيه مادة يعني مستعاض عن الزلال البيض بمادة أخرى مثلا آه طبعا فيه اللكر نعم صاروا يعملوا مادة اللكر لكن اللكر يعني ثلاث أربع سنوات بيروح يعني بتتأثر الورقة نعم ممكن تتمزع ممكن يعني اللكر أصلا هو معمول للأشياء الصناعية مثل الخشب آه للأوجوه اللي يعني يعطي لمعة كده لكنه ممكن حتى مع مع العمر نعم نعم حتى الإشي المكتوب بتكسر مهم يعني بيبطئ له رونق طيب هذا الزلال البيض يعني مادة زلقة زين كيف يثبت عليها الحبر يعني هي ما يعني لما تنشف ما بتبطل زلقة نعم هي تنشف يعني أصلا الشبة بتحولها من مادة لازجة جدا لمادة شبيهة بالمي مهم بتصير زي المي نعم ولما ندهن الورقة الشبة يكون مسحوق ممكن مسحوق نعم ممكن مسحوق بس أنا بحاجة بفضل حجر يعني نعم نعم طيب إذا كان حجر يعني يعني مو صعب أنه دع أنت تخيل حجر مثل حجر الصوان نعم تمام وأنا عندي صحن مجور وحاطت فيه مثلا عدد خمسة من البيض نعم تمام بكون عندي مادة وبحط الحجر ببلش أحرك مثل ما بحرك السكر بالشاي نعم لما أحرك المادة بتصير رغوية كبيرة نعم طبعا هاي المادة الرغوية مثل زبد البحر يعني نعم بنحط بثلاجة بمكان وخلال 24 ساعة بتتصفى تحت كلياتها نعم لما يتصفى من تحت المادة اللي تصفيت تحت عبارة عن بياض البيض خاص للتقيير نعم وكله ملوحة يعني بتندهن الورقة بكل سهولة يعني مش بيض مباشر هذا البقس نعم نعم كل الخطاطين يجدون التقيير غالبا لا نعم يعني بيشتروا مني يعني بيشتروا ورق مقاهرة بيشتروا ورق مقاهرة طيب حظوتك دائما تقول أنت الأول في يعني في التقيير تقيير الورق في عمان أول واحد بلش يعمل ورق مقاهرة في عمان أنا تجاريا نعم يعني ممكن خطاط في عمان ويعمل ورق خاص إلوه بس أغلبهم بيستعملوا البقارية يعني قصدك كتجارة كبيع أنت أول من باع ورق في عمان نعم نعم طيب سابقا الخطاطين مين كان يشتروا أوراقهم إذا أنت أول من قام بالبيع يعني كان فيه الأستاذ يعقوب نعم يعقوب يعقوب إبراهيم هو واحد من الناس المعروفين بالورق المقاهرة كان فيه بالزرقاء أستاذ سلامي أبو لحية كان ورقه كثير فخم وأنا كنت أشتري منه صدقا يعني نعم نعم يعني كان هناك من يبيع ورق مقهرة آه في الزرقاء وليس في عمان لا لا خلينا نحديد أنه في عمان تحديد أنه في عمان نعم لا يبيع لا أنا بحكي خطاتي أنه بعرف أنه بعمل ورق إلو نعم أما أنه يبيع ويصنع أنا الحمد لله أول من نعم وكيف تجارتها جيد متوفيق إن شاء الله بالله يعفو والتوفيق طيب الورق الذي يتعرض للتقهير هناك نوع محيّن من الورق أم أي ورق ممكن يدخل فيه هذا المجال للخط يعني يصلح للخط أي ورق تجهز للتقهير نعم ما في ورقة مش مستعدة أي شيء ممكن تتقهر حتى لو نعرف إحنا ورق الحائط نعم ممكن يتقهر لكن يعني الوقت هذا الورق العادل إذن نستخدمه للطباعة الأي فور ممكن طبع نعم هو أصلا الورق هذا الورق إحنا من قهره للطبق بيجي متر بي سبعين هو شبيه بورق الطباعة نعم لكن مختلف صناعاته بإشي فرنسا إشي إيطاليا هاي الأوراق وجماله الورقة إنه يتحس إنها شبيهة بالطبيعي لأنه الورقة لازم تكون في إلها شكل خاص إحنا من برضو ورق الورق الطباعة من جيب مثلا A3 نعم مصبوخها بالشاي على فكرة بيصير لونها ورونقها قديم مثل أنتيك جميل لحدة لوحاتك حقيقة يعني شد انتباهي إلها وهي اللي حملت بسم الله الرحمن الرحيم إنه هناك خطوط من كلمة بسم الله الرحمن الرحيم يعني اتفعت الألفات واللامات أخذت بتجاه الأعلى نعم يعني ما المقصود بذلك والله هي هي اللوحة بسم الله الرحمن الرحيم نعم الألف اللام كله كان عدد خمس ألفات صعد إلى الأعلى نعم هي بالحقيقة إحنا نعرف أن الله موجود منذ الأزل ورحيم ورحمن منذ الأزل يعني قبل الخلق قبل كل شيء هو الله كما هو فهي المقصود فيها أنه السمو لللايع نعم بالخمس صلوات هي عندي بالضبط خمس ألفات لمات طالعة خمس خطوط كانت خمس خطوط نعم خمس خطوط نعم طيب أخذت اللون الأحمر ما القصد بالنوم في اللون يعني اختلفت عن لون اللوحة حبيت أن أشكل هي الأصل تكون كاملة ذهبي لكن أنا حبيت أن أعملها باللون الأحمر باب التغيير وبصراحة مطلقة الأستاذ قال لي لا تستعمل الأحمر مرة ثانية أكثر متنى متنى حكالي غلط تستعمل الأحمر مع باكة جرامد لوحة مقهرة باللون الأخضر نعم حكالي بيتمؤذية للعين قلت له أبشر فقط أنه مؤذية للعين هناك أمر آخر يعني ما فيه هارموني بيكون نعم هي هذه اللوحة الوحيدة التي اشتغلت أنت بهذا الشكل أهو باقي كله كان نكلاسك نعم الطريقة العادية التي نحن متعودين عليها أكثر الحطوط التي تستخدمها في أعمالك والله أنا بكتب كل الخطوط نعم وبحب كل الخطوط لكن أكثر يعني لو بدي أعمل لوحة وحاليا فيه يعني فيه معرض إن شاء الله دي أشارك فيه بعمله نسخ وثلث وتعليق وديوان جلي نعم نعم وديواني جميل أنت شاركت قبل فترة بالمعرض أو الملتقى الدولي الخطة العربية والزخرة آه ملتقى الأردني الملتقى لفن الخطة العربية نعم والزخرة شاركت بأدوات لم أرى لك لوحات فقط شاركت بأدوات نعم أدوات مشاركتها فقط للبيع كانت للبيع نعم كانت للبيع ومشروع الأدوات الخط العربي ما زال جديد يعني ممكن يكون فيه متاجر كذا لكن ما زال نعم يعني جديد على الساحة الفنية وصار بيع يعني هو كان يوم واحد صدقا جيد نعم لكن بهذا اليوم فعلا كان جيد نعم نعم الحمد لله بالتوفيق إن شاء الله أتمنى لك المزيد من النجاح والتوفيق مزيد من البيع والربح يا رب إن شاء الله والربح إن شاء الله الله يحفظكم أستاذ شكرا لك الخطاط الأدني مويد يونس على هذا الحوار الجيمي العفو يا أستاذ فرصة سعيدة والله أني التقيتكم وسعيد جدا باللقاء حياك الله شكرا لك شكرا لك أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم شكرا لكم